موسيقى 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 والله سيطرع فيها طيب تشوف أن.. أن الوقف فدن الله.. بإذن الله.. يكتمل.. يكتمل.. يا أبو حرة.. نعم مشاعر.. شاء الله.. نعم متفاعل أنك بتلك؟ كم hari كم hariِ من يوم خدرتك؟ ما شاء الله ست نسب أول واحد في يوم واحد عدي ستة نسبة أين يا الله؟ كم أخذت أنت؟ أخذت الربوع يعني عندك خميس واليوم الجمع ما شاء الله بيومين ستة والله كمير يعني يومين معدل كل يوم ثلاث نسبة يعني في سبع أيام بواحد وعشرين نسبة ما شاء الله أب حور أتفعلك مليون من اللي عندك والله لو ماي مليو أماني معك هنا والله لو ماي مليو كل ما نقول لواحد معك يقول والله لو ماي ألف ماكن شفتنا بنا والله ما عندي هيكل نفلح يا أب حور لكن اسمع في ناس سبحان الله عندهم ملايين بس يبغى الجماهيرية صح الجماهيرية ترى ما حد اكتسبها بأي طريقة صح حب الناس صعب صح أنا أقول يا أب حور إن شاء الله أنت وشيلك الناس يحبون أنك واجد الحمد لله ومحبوب يا رب لك الحمد والله بيعطيك هل قد نيتك فعشان كده أنا أقول إن شاء الله أنك بتجيب نسبة عالية إن شاء الله أنا النسبة اللي أتوقعها اللي أنا أحسني أتوقع إنك بتجيب نسبة 30% يا الله يا رب يا رب يعني ما شاء الله أخونا جابر ترى جاب 25% ما شاء الله صح الله وفقه في وقت سفارته فأمور كثيرة صح لك تبدي كسر راسه وجيب 30% تدري إن هذا تدري إن المنافسة بالأشياء ترى تعتبر شرف خلوة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون عمار وأبو بكر كانوا يتنافسون من يأتي بأفضل من المعتبة اللي قبره سبحانك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا يقول تركتكم على المحجس البيضاء ليلها كنهارها ليزيو عنها إلا هلك وقال إتك النار ولو بشبكت يا أخو كلام اللي بيتبحر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما أعطاه الله سبحانه و تعالى يعني أنا عجبني مقولة قد أكررها عليكم دائم أعرف إن الحياة سهلة وبسيطة المصائب لها حلول الأمراض لها علاجات الموت ترى الموت نعمة إذا ما عندكم خبر أعرف لك ناس ووصل بأبوه وأمه مراحل أنه يقول يا الله يا رب أنت حسن اختامهم سهل الله سهل الله فالإنسان المسلم المؤمن الصحيح حياتها كلها سعادة لا تحسب إن فيه شخص أمامك يضحك ويتونس دائم إنه ما عنده ظروف ما عنده هموم ما عنده فيه ناس شف هذا فاقد أمه وأبوه وماشاء الله تبارك الله قوي وعنده إرادة أخونا علي عبد المعطي جالس عندنا طبعا والله هنا مثل أخونا وأكثر جالس عندنا في السعودية مهما حصل يعني الإنسان يقول له ظروف عندك أخونا غازي الذياب يتارك وضيهته وجاينا البرنامج له هدف والإصرار هو سبب النظر كل بعد عنده موم أنا نفس الطريقة والله عندي أخوي مريض أخوي عبد العزيز أنا ما هم مني فلوس ودي ما هم مني ليش إن أسرة تكون هنا من المساعدة تذكرت يا أبو حور قصة يوم قلت أن الصحابة يتنافسون على فل الخير في مقولة عمر بخطاب يقول أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبو بكر مقولة معروفة ولها قصة المقولة هذه لها قصة تعرف يا أبو حور لا والله قصتها أنه كان بعد صلاة الفجر عمر بخطاب يتابع أبو بكر وصححوا لي أن أخطت في سرد القصة أبو حتى عند الرسول قل في معنى حديث لا هو ما في حديث هي قصة فكان عمر يراقب أبو بكر بعد صلاة الفجر وشي يسوي ماذا أضحك تسمعني يا أبو حور كان أبو بكر إذا خلص صلاة الفجر راح وطلع بره اسم المدينة وراح في خيمة أو كوخ أو مبنى صغير ودخل فيه وعمر يراقب أبو بكر ومستغرب يعني شي يسوي ويدخل ويقعد لساعة كذا ويطلع مرة مرتين ثلاث جاء يوم من الأيام قال إذا طلع أبو بكر أدخل وبشوف ماذا يسوي وش فيها الخيمة هذي وش فيها البيت الصغير فلما طلع أبو بكر راح دخلها عمر للبيت هذا فوجد أي شي يا أبو حر وجد حرمة ما عندها أي شي وعمياء وعجوز فسألها عمر قال إيش كان يجي يسوي عندك الرجال هذا قالت هذا ما أعرفه قالت تعرفينه قالت لا ما أعرفه الخليفة أبو بكر فكان قالت أنه يجيني وياكنس لي الخيمة ويسوي لي الأكل ويروح هو الخليفة قال ما قلته الشهيرة تعبت الخلفاء من بعدك عندي بتصير الدين والشرع ورب العامين سبحان الله ديننا ترى أكمل لنا كل شيء يعني في المحرّة الأشياء اللي حررنا اليوم أتممت لكم ديني الدينكم ورضيت نرجو بل الأسلام حررنا ليقبته اليوم وأتممت لكم دينكم اليوم أتممت عليكم نعمة اليوم أتممت عليكم نعمة وكنني عمتت عليكم ديني يوم وأعتممت للطرف وإلى أخرة فريնποι نشرح الله لا يوجد شيء يحرم إلا لأن يوجد ضرر وشوف هناك أشياء نحس فيها مثل الصلاة والسجود بالصلاة السجود بالصلاة تدرون أنه علاج يفرر بطاقات أزيدكم الشاهد بيس واحد نعرفها على الجزء ما نعرفها سنين وهو يعاني من عدم قدرته الحراك أو أنه يتحرك بصعوبة 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 رأي حلمانيا علاج قال له الدكتور قال له أنت مسلم قال له مسلم قال له يدي منك شغلة واحدة قالت تسوي لي حركات الصلاة علاج طبيعي قالت تقلد لي حركات الصلاة شكله مسلم لكن ما يركعها أقل من شهرين الرجل مفاصلة تحرك عادي المريض مسلم أو ما هو مسلم أقل معرفة عز المير يقول تسوي لي حركات الصلاة ما يصلي هو يعني لا يصلي وهو يجالس قال أبريك بس ترص على عمرك تسوي لي حركات وشوفها سبحان الله أكتشف الأمر إن الإنسان يقود بطريقة السجود هو مو مسلم قصة قديمة إنه يقود بطريقة السجود عشان الشحناء تنصف الشحناء يقول لك سافر بيوم من الأيام ورايح هالعلاج هو اللي اكتشفه ورايح بيوم من الأيام دولة وفجأة وإذ يشوف مسجد وناس ما شاء الله وتصلي وشوف الناس تركع تسجد على الأرض يقول لك تفاجأ إن هذا علاج أنا مسوي أنا لم يعطيه لكم واحد مأينين بس وعند ألم نتص الصدمات يقول لك راح يسألهم هذا إيش قالوا هذا إحنا مسلمين وحركاتنا فالصلاة إحنا نسويها دائما كل يوم عبد الله الله يسامحني من واحد نعمة الله يسامحني منه كنا نصلي فأبغض حك وهو يسجد ما يدريش لي توه فأجيب هالاك اللي يمسك القرآن عرفت بيوم قد هو يسجد طبعاً يسجد بقوة وأجيبه وأسحبه أنا صغير والله وأسحبه ويفض خانو الصلاة ولي جبهته فلاع أبو حول ما قريت إلا قدني في المعلاقة حق 2000 وش أردت ذاك اللي قلي أبوي صلاة ومصلاة يعني الشيخ عبد الله مطلق دخل معنا في التصال مُنعم مُنعم بذاك الوجه مُنعم بذاك الوجه ترى والله إنه قال كلمة هنا لا ترون كلمة جاءكم هنا دخل معنا في التصال ما كنتم مكالمة عبد الله مطلق قال إن المسجد المسجد عبارة عن نادي رياضي يعني أنت تروح الصلاة وأنت جاي تمشي هذا مشي صح لو وصلت المسجد قلت تصلي تقعد كذا كلها حركات رياضية توضى عند المغاء يا جماعة الخير مرن فكرك تشغل فكرك ليش قوضا أنا اليوم قلت كلمة في المسجد ودي إننا نعرج عليها ودي إنكم تنفضيكم الله اللي هي حفاث التفكر في خلق الله الله يا جماعة الخير والله أذكر أن زمان قرأت عنها موضوع طويل والله ما أدري من الكاتب يعني واحد المشايخ فضلاء بس والله العظيم أن التفكر في نعم الله أن في خلق الله متعة شي 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 عجيب يغلد أن تبحر تبحر في عالم ثاني أضيفوا لي أخي في الموضوع طيب هل بحثت عن الحوت الأزرق يا ولد الحوت الأزرق مدينة يا ولد كلوته يقولون مثل قريد وهذا من خلق الله يا ولد قلبه يقولون كيلو يقولون عندها أماصير يمكن يسوونها أنفاق بس بحر جب لنا حاجة ثانية الناب 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 Depression وملأ أمنا وأحفي